طيب خلينا قبل ما ندخل في مضمونة الحلقة ننعي رحيل اثنين من الكتاب الصحفين الكبار واحد رياضي واخر كاتب سياسي ساخر والكاتب الصحف الكبير وعضو النادي الاهلي الأستاذ عاصم حنفي كاتب روزال يوسف مسيرة عطاء عاصم حنفي مسيرة عطاء طويلة وعضو النادي واحد من عشاق الاهلي يمكن لو تفتكروا من اسبوعين كنت قررت لكم مقالة الأستاذ حمد رز عنه لما دخل عاصم حنفي في غيبوبة كتب عنه مقالة قالك هو يعني عشان تكسبه في الطاولة على القهوة في المنيرة مع أسامة عربي وأمينة عربي وفاروق عفر لازم أن تكلمه عن الاهلي قالك هو إذا تحدث عن الاهلي فقط تركيزه في الطاولة كان الاهلي بالنسبانه العشاء الكبير ألف رحمة ونور على روحي الطيبة النهاردة كانت مرسم تشيع الجنازة من مسجد منصفة محمود ويوم السابت العزاء في عمر مطر أيضا سبقوا واحد من النقاد الرياضيين الكبار واحد أيضا من عشاق الأهلي الكبار وعضو النادي نقد الرياضي الكبير صديق عزيز وراجل محترم ورحمة الله على الجميع والله ألف رحمة ونور عليه بعد رحل التعناء مع المرض كنتم تتابعوه كتير في قناة الأهلي كان دايما بيسر كل البرامج بأراءه وذكرياته وانطبعاته وتحليلاته بعد مسير التعناء مع المرض تغمده الله بواسع رحمته ربنا لمسرته الصبر والسلوان بنعزي أسرة روزة اليوسف وأسرة دار التحرير في الفقيدين الكبيرين ترجمة نانسي قنقر